بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمداً يوافي نعمة وحمداً يكافئ مزيدة اللهم صلِّ وسلِّم وزِد وأنعم وبارِك على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين مشاهدي الكرام سلام الله عليكم ورحمته وبركاته أعلى الله سبحانه وتعالى شأن العلم والعلماء ورفع الله سبحانه وتعالى أهل العلم في القرآن الكريم فقال مولانا إنما يخشى الله من عباده العلماء قال ربنا قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون هكذا العلم له مكانته قال ربنا سبحانه وتعالى في أول آية وفي أول سورة نزلت من القرآن الكريم على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم بسم الله الرحمن الرحيم اقرأ باسم ربك الذي خلق اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم القلم نعم القلم الذي علم بالقلم أقسم الله سبحانه وتعالى به في سورة القلم وهي أيضا من أوائل ما نزل من القرآن بسم الله الرحمن الرحيم نون والقلم وما يسترون أقسم الله سبحانه وتعالى بأدوات القراءة والكتابة لماذا؟ لشرف هذا العلم لمكانة هذا العلم الذي به ترتفع الأمم الذي به تعلو المجتمعات وهو بحر لا نهاية ولا ساحل له قال مولانا وفوق كل ذي علم عليم قال ربنا يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات وحتى يعيش أهل العلم بتواضع فلا يتكبرون على غيرهم ولا يفتخرون بالعلم على غيرهم وإنما امتداد العلم وسبب امتداده التواضع قال الله تعالى وَمَا أُوْتِيْتُمْ مِنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا ومن هنا هذا العلم له مكانته وهؤلاء العلماء لهم مكانتهم عند الله سبحانه وتعالى ولنعلم تماماً أن هذا العلم وأن درجة العلم اصطفاء واجتباء من الله سبحانه وتعالى فهي منحة من الله وتزداد هذه المنحة ما دمت متواضعاً ما دمت طائعاً ما دمت قريباً من مولاك سبحانه وتعالى وَاتَّقُوا اللَّهَ وَيُعَلِّمُكُمُ اللَّهُ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٍ قال مولانا سبحانه وتعالى يُؤْتِ الْحِكْمَةَ مَنْ يَشَاءَ وَمَنْ يُؤْتَ الْحِكْمَةَ فَقَدْ أُوْتِيَ خَيْرًا كَثِيرًا وَمَا يَذَّكَّرُ إِلَّا أُولُو الْأَلْبَابِ ونبينا صلى الله عليه وسلم أعلمنا بهذا الجزاء وهذا الثواب الذي هو في انتظار العلماء في انتظار أهل العلم المخلصين المخلصين الذين بهم يهدي الله سبحانه وتعالى الأمم وبهم تتقدم الأمم والمجتمعات على أن هذا العلم ليس العلم الديني فقط وإنما العلوم الدنيوية أيضا في جميع المجالات وفي جميع مناحي الحياة قال النبي صلى الله عليه وسلم من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة ولقيمة هؤلاء العلماء قال الله سبحانه وتعالى أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّا نَأْتِي الْأَرْضَ نَنْقُصُهَا مِنْ أَطْرَافِهَا قال سيدنا بن عباس رضي الله عنهما وَنَقْصُ الْأَرْضِ مِنْ أَطْرَافِهَا يَكُونُ بِمَوْتِ الْعُلَمَاءِ قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله تعالى لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من صدور العلماء ومن قلوب العلماء ولكن يقبض العلم بقبض العلماء حتى إذا مات العالم اتخذ الناس رؤوسا جهالا فسألوهم فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا إذا أردنا تقدما إذا أردنا رفعة إذا أردنا خيرا فعلينا بالعلم أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من أهل العلم المخلصين المخلصين وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والسلام عليكم ورحمة الله